المتابع للمسار الحكومي منذ أكثر من شهرين يرى بوضوح اتخاذ الحكومة قرارات من شأنها إثارة الجدل بشأن التضييق على الحريات السياسية والمدنية وحيث ينسب القول لباحثين في مستوى الحريات العامة والمؤشر الديمقراطي في البلاد فإن طاولة النقاش التي بدأت بقانون جرائم المعلوماتية ومن ثم تبعه ملاحقة المحتوى الهابط ومسودة لائحة البث لتنظيم المحتوى الرقمي والآن قانون منع استيراد وتصنيع الكحول في العراق جميعها أحدثت الجدل فيما هي التطبيق والعبارات الفضفاضة ومن ثم المنع والحضر لاستيراد وتصنيع المشروبات الكحولية من وجهة نظر رسمية تشريعية وتنفيذية يدخل القانون حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية والذي أقره البرلمان عام 2016 ومن حيث الأوساط الشعبية والنشطاء والمختصون رأوا أن تطبيق القانون منافل للحريات الفردية ولا يراعي التعددية الدينية في البلاد عادت الجمل الفضفاضة أو لغة التعميم من بوابة القانون وعند أهل القانون أكد كثيرون ضرورة التفصيلات بالقانون وتنظيم إجراءات وتعليمات تراعى فيها مسائل الأديان والمذاهب في زاوية اجتماعية بحتة يذهب مراقبون للتحذير من نتائج سلبية على الفئة الشبابية تحديدا من ناحية تداعيات حضر المشروبات الكحولية التي ستدفعهم نحو المخدرات وفق ما يرجحون آخرون أكثر تشديدا قالوا أن القرار أصلا جاء لتنتعش تجارة المخدرات أكثر من انتعاشها الحالي ومع وجود حيز ملموس من التفاعل مع قضية حضر المشروبات الكحولية أيدت فئات من المجتمع ما جاء به القانون فيما اعترض عليه مواطنون ممن رأوا أن تصورات الدولة المدنية تقتضي مراعاة الحريات المدنية فضلا عن أن النظام السياسي في العراق طالما يترك أولوياته المتعلقة بأسئلة الحياة الكريمة ويذهب إلى هوامشة قد تداعب مشاعر فئة معينة لأبعاد دينية أو طائفية ترجمة نانسي قنقر